بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دالة الجزء الصحيح يا أبنائي إذن نتابع جيدا أولا نأتي يا أبنائي إلى تعريف دالة الجزء الصحيح تابعوا جيدا قال نسمي الدالة الجزء الصحيح الدالة المعرفة لاحظوا على ماذا؟ على R معرفات على ماذا؟ على R والتي ترفق بكل عدد حقيقي X العدد الصحيح أن يعني لاحظوا جيدا معناه X ينتمي إلى R وأن ينتمي إلى Z معناها العدد الصحيح اللي هي العدد السالبة والمجابة التي نعرفها ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 أو 0 1 2 3 4 هكذا ركزوا جيدا أبنائي إذن حيث ماذا؟ حيث أن X ركز أين محصور؟ محصور يا أبنائي بين هاتين القيمتين لاحظوا أرجوكم لأن هذا هو أهم شيء في دالة الجزء الصحيح أن X هذا العدد الحقيقي يكون محصور ما بين أن وأن زائد واحد إلا أن ننظروا هنا إلى هذه المتبينة هنا أصغر أو يساوي وهنا لاحظوا هنا أكبر أو يساوي وهنا أصغر تماما وعندها رموز نرمز لها بالرمز هذه أ مثلما نرمز إذا F لكن لما نجد كلمة أ نقصد بها الجزء الصحيح أو يرمز لها بهذا الرمز كذلك لاحظوا جيدا معنى مثلما نقول F لX هنا نقول E لX لكن هذه تقرأ دالة الجزء الصحيح سوف أوضح أكثر تابعوا جيدا أبنائي فتقول القاعدة أن هذا X هذا X يذهب يا أبنائي يعني يتحول إلى E لX مثلما نقول F X يتحول إلى F لX هنا يكون ينطلق من الأعداد الحقيقية والصورة تكون أعداد صحيحة ركزوا أرجوكم X يكون أعداد حقيقي لكن صورته بالدالة الجزء الصحيح تصبح أعداد صحيح سوف نلاحظ هنا عندنا بعض الأمثلة انظروا جيدا ها هو أمثلة قال أحسب ركزوا ها هو الرمز يعني أحسب بالدالة الجزء الصحيح ناقص 2.3 أولا نأتي بجلب القانون ها هو القانون العام انظروا جيدا ها هو القانون العام هنا أكيد محصورة ما بين ناقص 3 والناقص 2 لكن نحن لاحظوا هذا المجل هو الذي يأخذ يعني تأخذ الجهة الأقل فتصبح لنا دالة الجزء الصحيح هي صورة ناقص 3 2.3 تساوينا ناقص 3 نأتي هذا بالرمز مثلا اتخذنا هذا الرمز هذا كذلك يمكن أن نكتبه اللي هو أ لناقص 2.3 يساوي ناقص 3 أو عندنا النثال الثاني اللي هو ا أ ذالة الجزء الصحيح لناقص 1 معنى يumpsبح هنا ناقص واحد ها كذا انظروا جيدا ها كذا اللي هو ناقص واحد هنا أكيد يكون كم يكون هنا عندنا أكيد صفر لجدال لا يمكن أن نقول 1 لأنه دائما بهذه الطريقة معنى تصبح لنا ا دالة الجزء صحيح لناقص واحد هي ناقص واحد كذلك عندنا أبناء اللي هي دالة الجزء الصحيح لجدر 3 نحن نعلم أن الجدر الثلاثة وهو كم؟ وهو واحد فاصل بالتقريب واحد وسبعون يعني من هنا ومن هنا هكذا أين يكون من هنا أكيد واحد ومن هنا اثنان لكن نحن قلنا نأخذ القيمة الأقل القيمة الأقل معنى تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد عندنا كذلك المثال الأخر اللي هو سورة الـ 11.02 بدلة الجزء الصحيح يعني 11.02 أكيد يكون ما بين عددين صحيح اللي هو الـ 11 و الـ 11 لكن قلنا نأخذ الأصغر إذا نصبح سورته هي ماذا؟ هي 11 بهذه الآن البساطة تعلمنا كيف نستخرج الآن صور الأعداد الحقيقية بدلة الجزء الصحيح يعني التي تضع في هذا المكان دلة عباءة قيمها تكون حقيقية لكن نستخرجها إلى قيم ماذا؟ إلى قيم يا أبنائي قلت هي قيم صحيحة بهذه البساطة وعندنا كذلك أبنائي ها هي أمثلة أخرى تابعوا جيدا دائما القانون الذي نطبقه هو هذا القانون أن X يكون محصور ما بين عددين صحيحين مترادفين يعني هنا إذا كان مثلا هنا 9 أكيد يكون هنا 10 إذا كان هنا الناقص 8 يكون من هنا الناقص 7 يعني العدد الصحيح لأنه السليبة معكوسة في الترتيب حتى تفهموا لأن الناقص 8 إنه أصغر من ناقص 7 عندنا ها ها هم أمثلة كثيرة لاحظوا جيدا صورهم بدلة الجزء الصحيح انظروا جيدا أولا عندنا صورة النصف وهو لصفر فاصل 5 كم تكون يا أبنائي بتطبيق لو نضعها هنا أكيد تصبح محصورة ما بين الصفر والواحد ونحن نقوم دائما نأخذ إلى هذا الاتجاه معنا تصبح لنا الصفر عندنا كذلك المثال الآخر انظروا ها هو الصفر نأتي الآن إلى صورة ناقص 9 فاصل ناقص 9 على 4 لاحظوا كانت تصبح هي الناقص 3 بالرغم هنا سوف نجد العدد محصور ما بين الناقص 3 والناقص 2 نأخذ الأصغر عندنا كذلك لجذر ثلاثة لوراسين ثلاثة معناه يكون أكيد واحد كذلك هنا عندنا صورة ناقص 3.75 لأن الأعداد التي نضح هنا لا تهم لأنها عدد حقيقية فتصبح لنا هنا كذلك ناقص 2 بكل بساطة وعندنا أبنائي لاحظوا عندنا المثال الأخير صورة 4.2 أكيد سوف تكون 4 ها هي أمامكم إذن هذه تكون ناقص 4 لأنه ليس ناقص لاحظوا جيدا هنا كما أشيري أن الأعداد تصبح سالبة الأعداد سالبة معكوسة في الترتيب يا أبنائي فقط إذن هكذا أبنائي قد يعني تعلمنا أنه معناه يكون الأكس هذا دائما لاحظوا جيدا أنه يمكن أن نقول هكذا أولي أكس نتعلم أنها تسوي لنا أن لماذا لأن الأكس يأتي إلى هذه الجهة بحيث المجال يكون دائما من أن إلى أن زائد واحد لكن من هنا مفتوح ركزوا قلت من هذه الجهة مغلقة ومن هذه الجهة مفتوح بعد ما أكملنا وقلنا أن الجزء الصحيح معناه أن نأخذ الشيء الصحيح يعني ها هو الشيء الصحيح هكذا أبنائي مثلا هنا الجزء الصحيح معنا لي 0.5 هو 0 هكذا ودوى لك نأتي الآن أبنائي إلى الشيء الآخر نأتي قلت أبنائي الآن إلى التمثيل البياني للدالة الجزء الصحيح إذا نكتب هنا التمثيل البياني للدالة الجزء الصحيح ظاهر جيد يعني المقصد بالدالة أ ها للدالة أ ركزوا أبنائي أولا نحن قلنا أن المجال الذي نتعامل به هو أن ذلك الإكس الإكس يكون ينتمي إلى آن وآن زائد واحد لكن آن زائد واحد قلنا أنه مفتوح معناه بتفسير أكثر قلنا أنه يكون عندنا هذا القانون وهو من هنا آن ومن هنا آن زائد واحد حيث الآن قلنا أن آن عدد صحيح ناقص خمسة أربعة ستة ثلاثة المهم لا يوجد جذر ولا فاصلة ولا هم يحزنوا الآن لو نأتي الآن إلى الدالة الجزء الصحيح وهي هنا نقول إلي إكس أولا إذا كان إكس محصور ما بينه ركزوا إكس محصور قلت ما بين يا أبني الصفر وماذا والواحد فدالة الجزء الصحيح كم تكون أكيد سوف تكون صفر يعني صورة ماذا صورة الواحد صورة ركزوا جيدة إذا الجزء الصحيح لي انظروا لهذه العبارة تصبح لنا صفر لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم يا أبني الآن هنا لما نقوم بعملية الرسمة نأتي إلى هذا المكان نضع نقطة هكذا ثم نأتي بوضع خط من هنا إلى هنا ثم نترك لاحظوا ها هنا نضع نقطة أنها عبارة مستمرة لكن هنا غير مستمرة ها كذا يعني نترك مجال مفتوح لماذا يقول أحدكم مجال مفتوح؟ انظروا جيدا أقل تماما إكس أقل تماما الآن نعطي قيمة أخرى لاحظوا جيدا إذا كان إكس محصور ما بين الواحد والإثنان قلت الواحد والإثنان فتصبح دالة الجزء الصحيح كم يا أبنائي إذا نصبح لنا إيلي إكس في هذه الحالة تصبح تسعينا واحد إذا نأتي كذلك برسم خط هكذا من هنا إلى هنا ثم هنا نضع قلت نقطة معناها العبارة مستمرة ثم هنا نتركها هكذا لماذا تقول القاعدة؟ لأن الدالة تكون كيف هي؟ إذن هناك ملاحظة ربما علينا أن نذكرها نقول أن الدالة هذه الجزء الصحيح الدالة الجزء الصحيح مستمرة مستمرة على يمين الآن وغير مستمرة على يسار الآن يقول أحدكم لماذا؟ على يمين الآن يعني كيف من هذه الجهة؟ يكون مستمر لكن من هنا غير مستمرة نظروا جيدا حتى تفهموا يا أبنائي الآن على يمين مستمرة على اليسار غير مستمرة إذن لهذا نترك هكذا هذه الأماكن أن الدالة غير مستمرة أما في هذه النقطة فتكون العبارة مستمرة نكمل هكذا دولك تابعوا جيدا مع احترام دائما قلنا العبارة تصبح لنا هكذا ثم نأتي الآن لما يكون إكس محصور ما بين الاثنان والثلاثة تصبح يلي إكس يا أبنائي كم تساوي؟ تساوي لنا اثنان نقوم برسم تلك كذلك لأن ماذا؟ لأن الرسم يقول أحدكم لماذا؟ لكن هذه المستقيمات مثلها كمثل إيجراج يساوي إثنان لأن نحن لما نقول أفلي إكس نقصد بها إيجراج هنا كذلك يلي إكس نقصد بها إيجراج وإيجراج هنا ظهر كم إثنان إذن هذا ما هو؟ إذن هذا مستقيم مقارب مستقيم أفقي ليس مقارب مستقيم أفقي إيجراج يساوي 2 لاحظ إلى إيجراج يساوي 2 سوف نرسمه مثل ما رسلنا الآخرين لاحظ في هذا المكان وننطلق إلى غاية هنا يعني لما يكون الإكس محصور ما بين ماذا؟ هنا نترك هذه النقطة ومن هنا مفتوح معناها الدلة غير مستمرة على تلك الجهة نأتي كذلك الآن إلى الجهة السالبة لما يكون إكس محصور ما بين الصفر والناقص واحد أكيد أولي إكس يا أبني كم تكون؟ أكيد سوف تكون ناقص واحد لأننا قلنا دائما نتجه إلى هذه الجهة نقوم برسم الآن مستقيم كذلك وهو إكس يساوي ناقص واحد لكن الإكس يكون محصور ما بين الناقص واحد والصفر فقط خطوة من ناقص واحد إلى صفر معناه سوف يأتينا بهذه البساطة هنا كما أشير وأقول دائما في هذا المكان من هنا غير مستمرة ومن هنا مستمرة طبقا لمن لهذا المجال أو كما أريكم في هذا العبارة هنا الذي يكون من هنا مستمر أما في هذه الجهة غير مستمرة تابعوا جيدا ثم نأتي الآن إلى الإكس عفوا نأتي قلت إلى الإكس يكون محصور ما بين الناقص اثنان والناقص واحد أكيد يلي إكس كم تكون يا أولادي أبنائي تكون ناقص ماذا ناقص اثنان نقوم برسم خط هكذا من هذا المكان إلى غاية هنا ثم قلنا من هنا نضع لما نضع النقطة معناه مستمرة وهنا غير مستمرة هذا ما نسميه يا أبنائي التمثيل البياني للدالة الجزء الصحيح ما هي استعمالاتها؟ يعني استعمالاتها مثل ما نسميه لزيتاش لزيسكالي هذه هي التطبيقات الواقعية للدالة الجزء الصحيح ما نسميه وأكرر مثل ما نقال هكا لزيتاجر هكذا يعني أتيكم ما نسميه نحن هنا لزيسكالي هذا هي الدالة الجزء الصحيح فقط إذن هكذا أبنائي ويمكن أن نكمل يعني دائما تأتينا بهذه هكذا هذه الأمثلة إذن لاحظوا جيدا كما قلت تأتينا كذلك هنا لو نكمل تأتينا هكذا ثم بعدها هكذا ثم بعدها ونكمل رويدا رويدا مع الصور لكن دائما قلت أن الدالة تكون كيف هي الدالة هذه تكون مستمرة من جهة ومن جهة أخرى غير مستمرة يعني يا أبنائي نقول تكون هذه الدالة اللي هي الجزء الصحيح مستمرة على جهة يعني على المجال بأبسط طريقة من آن إلى آن زائد واحد لكن مستمرة على حسب هذا المجال هنا أكيد تكون مستمرة لكن في الجهة الأخرى لا مستمرة إذن لاحظوا هنا هنا وهنا 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 بعد ما أكملنا مع هذا الجزء سوف نأتي الآن أبنائي إلى الجزء الآخر ها هو الجزء الآخر اللي هو عندنا هذا المثال التطبيق الذي سوف ندعم به كل ما درسنا قال نعتبر دالة أف المعرفة على أعطي لنا هنا عبارة اللي هي دي أف عبارة عن دالة أعطيت لنا مجموعة تعريفية اللي هي من ناقص واحد مغلوق إلى الاثنان مفتوح وأعطيت لنا عبارتها اللي هي أف اللي هي إكس لاحظ جدا نسألنا إكس في ماذا؟ في دالة الجزء الصحيح لاحظوا لي إكس زائد واحد هذا مثال فقط يعني عبارة عادية إلا أنه هنا عندنا الدالة الجزء الصحيح قال حيث الدالة هذه إي لإكس هي دالة الجزء الصحيح قال عين عبارة أف لإكس على كل من المجالات التالية لأنها دالة الجزء الصحيح قسمها على شكل مجالات مجالات لأن هذا المجال مع هذا المجال المجال الثلاثة سوف يعطينا هذا المجال حتى تكونوا على دراية اتحادهم سوف يعطينا مجموعة التعريفية إلا أنه بما أن نحن نطبق قاعدة دالة الجزء الصحيح قمنا بتفكيك المجالات قال عين إذا نقول هناك عنوان تعيين عبارة أف لإكس في كل مجال ننطلق لما يكون إكس ينتمي أبناء من ناقص واحد إلى صفر هنا أكيد دالة الجزء الصحيح ماذا تصبح لي إكس نحن طبقنا دائما قلنا أن إكس يكون محصور ما بين آن زائد واحد وعفوا عفوا عفوا هنا تابعوا جيدا إذا قلنا هنا هكذا آن زائد واحد إكس أقل تماما وأكبر أو يساوينا آن دائما هنا يعني كنت بالخطأ في هذا المكان أخطط تابعوا جيدا هكذا كما أشير تصبح لنا يا أبنائي ما هي الدلة الجزء الصحيح هنا في رأيكم حسب ما نقول إذا تصبح لنا هنا قلنا دائما نخذ نحن ماذا نخذ هذه الجهار معناها ها هو العدد الذي نأخذه لأن هذه الكتابة تعادلها نفسها هذه الكتابة إلا هنا هنا كتبت على شكل متراجحات أو متبينة وهنا كتبت على شكل مجال فقلنا نحن نأخذ دائما الأصغر فتصبح لنا نقص واحد انظروا جيدا إذا نأتي الآن بهذا النقص واحد الذي وجدناه لأولي إكس ونعوضه في هذا الموضع فماذا تصبح؟ تصبح لنا آف لإكس تساوي ماذا؟ تساوي إنا ناقص واحد في إكس وهي ناقص إكس زائد واحد فقط هذا الحالة العولة الآن نأتي الآن أبنائي إلى إكس ينتمي إلى المجال الثاني وهو من صفر إلى واحد مفتوح معناه هنا لو ندقق جيدا حسب القانون يصبح ماذا؟ يصبح لنا دالة الجزء الصحيح قلنا دائما نأخذ هذا الذي يكون مجال عندهم أولا كم يساوي؟ يساوي لنا صفر نأتي بهذا الصفر ونعوذه في هذا المكان ليس في إيلي في كل مكان إيلي إكس نعوذ بصفر يعني كليا هنا نعوذ بصفر فماذا نجد يا أبنائي؟ فنجد أن آف لإكس تصبح لنا إكس في صفر زائد واحد وهو واحد نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة اللي هي إكس ينتمي من المجال من واحد إلى إثنان إذن ماذا تصبح لنا دالة الجزء الصحيح؟ تصبح لنا إيلي إكس تصبح لنا دائما إلى هذه الجهة تصبح لنا واحد نأتي بهذا الواحد ونعوذه في هذا المكان كما أشير كم تصبح لكم يا أبنائي؟ تصبح لنا آف لإكس تصبح لنا إكس في واحد وهو إكس زائد واحد ها قد الآن استخرجنا عبارة آف لإكس في ثلاث حالات في رقم واحد وفي رقم اثنان وفي رقم ثلاثة بأبسط طريقة فقط الآن بعدها أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الثاني قال أرسم في معلم OEG المنحني ممثل الدالة F تابعوا جيدا أبنائي نحن قلنا استخرجنا كل عبارات في كل حالة لما الإكس يكون محصور هنا ولما الإكس يكون محصور هنا ولما يكون إكس محصور هنا حسب المجالات التي أعطيت لنا ها هي أمامكم يا أبنائي اللي هي من ناقص 1 إلى صفر صفر إلى واحد ومن واحد إلى اثنان عندنا أولا ها هي العبارة انظروا هذه العبارة هي الدالة ألفية يمكن أن نستعمل ماذا يا أبنائي الجدولة المساعد لرسم الدالة من هذا النوع اللي هي هنا إكس ونقول هنا A في إكس أو Y ندلتها لو يأخذ الـ X صفر الأفل إكس أكيد يأخذ واحد قم عوض هنا بصفر سوف تجدون كم A في إكس واحد لو الـ X يأخذ مثلا يأخذ يا أبنائي ناقص واحد عوض هنا بناقص واحد ناقص واحد في ناقص واحد تصبح لنا واحد واحد زائد واحد اللي هو إثنان إذا تصبح لنا النقطة الأولى هي الصفر نظروا جيدا نقلنا صفر واحد صفر واحد ها هي إذا قلت ماذا صفر واحد في هذا المكان والنقطة الثانية اللي هي ناقص واحد مع ماذا أبنائي لاحظوا جيدا لماذا أخذتنا هذه النقطة لأنها هي في هذا المجال نظروا جيدا ها هو مجال اللي هو الناقص واحد والصفر إذا نقول ناقص واحد إذا ناقص واحد مع اثنان ناقص واحد مع اثنان في هذا المكان وبما أن الدالة ألفية فيمكن أن الآن نربط مع هذا مع هذا كما أشير يا أبنائي فقط انظروا جيدا ورقزوا معي نتابع إذا هكذا تكون الدالة في هذا المكان قلنا مستمرة إلا أن نقلنا هنا لا تكون مستمرة لكن لاحظوا جيدا هنا لا تكون مستمرة في هذا المجال فقط لكن لما تأتي العبارة الثانية لما نقوم به هنا في هذا المجال تصبح لنا اكس محصور ما بين الصفر والواحد تصبح هنا الدالة بعدما كانت هكذا يا أبنائي سوف نقوم بالنزع لماذا لأن تصبح هنا مستمرة عند الصفر إذا عندنا ماذا افلي اكس يساونا واحد افلي اكس يساونا واحد معناه مستقيم كيف هو مستقيم أفقي هكذا من الصفر إلى الواحد إلا أن هنا كذلك يا أبنائي قلنا هكذا ثم نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة اللي هي لما يكون اكس محصور ما بين الواحد والاثنان هنا كذلك نستعمل ما نسميه الجدول المساعد اكس وآف لإكس مثل ما درستمه في سنة الرابعة متوسط إذا أخذ هذا واحد واحد الاخر يأخذ اثنان انظروا جيدا وإذا أخذ الاخر اثنان هذا أخذ اثنان فالأفل اذا اثنان الاخر كم يأخذ؟ يأخذ ثلاثة لأن نصبح اثنان زائد واحد ثلاثة إذا النقطة الأولى هي واحد اثنان إذا نقلنا هي واحد مع ماذا؟ هو واحد مع اثنان والنقطة الأخرى وهي اثنان وهي اثنان مع ماذا؟ مع ثلاثة ثم نقوم بالربط ما بين هذا وهذا هكذا فتكون قلنا في هذه الجهة مستمرة وهنا غير مستمرة هذا هو التمثيل تقريب البيان لهذه الدالة اف بهذه البساطة يا ابني نتابع الآن مع السؤال الذي جاء بعده قال هل الدالة اف مستمرة على المجال من ناقص واحد إلى واحد ثم ماذا؟ ثم على المجال من ناقص واحد إلى اثنان يعني هل هي مستمرة على كل مجال تعرفها أم لا؟ إذا تابعوا جيدا من المنحنة سوف نتحدث عن ذلك يا ابني ركزوا لاحظوا من ناقص قلنا إذا نقول معرفة إن كانت الدالة هذه إذا نقول هكذا الدالة اف مستمرة على المجال الأول لاحظوا لو ننطلق من هنا إلى غاية هنا لا نتوقف ولا نرفع القلم لا نرفع القلم مستمرة على المجال ما هو المجال من ناقص واحد ها هو ناقص واحد إلى واحد هكذا لماذا؟ لأن عند عند رسم منحناها أكيد البياني لا نرفع لا نرفع القلم هذا هو معنى الاستمرارية معناه لما نقوم برسم لا نرفع القلم لكن طلب كذلك المجال الثاني من ناقص واحد إلى اثنان من ناقص واحد إلى اثنان المقصد من هذا المكان إلى هذا المكان يا أبناء هل يما لما ننطلق من هنا إلى هنا ثم هنا لاحظوا هنا ماذا حدث حدثت هنا أنه مستمرة ثم مستمرة ثم للوصول إلى هذا المكان علينا أن نرفع هنا أرفع القلم أرفع ماذا؟ أرفع القلم لما يرفع القلم تصبح الدالة كيف هي غير مستمرة إذن نقول لكن الدالة آف غير مستمرة مستمرة على المجال ما هو المجال لهو من ناقص واحد إلى اثنان مفتوح لأن لا يمكن رسم منحناها من المجال من ناقص واحد إلى اثنان دون لاحظوا نقول دون دون رفع القلم هذا هو الأهم إذن لماذا؟ لأن تقول الدالة تكون مستمرة إذا رسمت بدون رفع القلم ولكن هنا القلم لا يمكن رسمه إلا رسم المنحنة إلا إذا رفعنا هذا القلم يا أبناء فقط نأتي الآن أبناء إلى مثال آخر قال لاحظوا جيدا قال نعتبر دالة أف معرفة من المجال من ناقص اثنان إلى واحد إلا أنه عند النقص اثنان مغلق وعند الواحد مفتوح قال كما يلي بي عبارة التالية لاحظوا جيدا ها هي العبارة يا أبناء انظروا جيدا هذه عبارة دالة أف حيث قال هذه الدالة اللي هي هذه دالة الجزء الصحيح قال عين عبارة أف لإكس على كل من المجالات التالية إذا نقول تعيين مثل التمرين الذي قبله تعيين عبارة أف لإكس على المجالات التالية أولا ننطلق في المجال الأول أنه لما يكون إكس ينتمي من ناقص اثنان إلى ماذا إلى الناقص واحد لاحظوا جيدا أولا نقوم يا أبنائي بتعيين دالة الجزء الصحيح فتصبح لنا أولي إكس كم يا أبنائي انظروا جيدا أولي إكس أكيد نحن قلنا دائما نأخذ الذي يكون المجال عنده مغلق فماذا يكون يكون في هذه الجزء معناه يصبح لنا ناقص اثنان فتصبح لنا عبارة الدالة أف ما هي تصبح أف لإكس تساوي نأتي بهذه القيمة قلنا ونعوضها في هذا المكان يعني في مكان الأولي إكس فتصبح لنا إكس في إكس ماذا ناقص اثنان وتصبح لنا كم يا أبنائي ننشر صبح لنا إكس مربعة ناقص ماذا ناقص اثنان إكس ها هي العبارة الأولى نأتي الآن لما يكون إكس ينتمي من المجال الأخر لهو من ناقص واحد إلى صفر فتصبح لنا الدالة الجزء الصحيح تساوي هنا كذلك كم تصبح لنا أكيد قلنا نأخذ الجهل هذه تصبح لنا كم ناقص واحد نأتي بهذه الناقص واحد ونعوضها هنا فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا هكذا تصبح لنا أف لإكس تساوي لنا إكس في إكس ناقص واحد لم أفعل شيء إنما أعوضها هنا في هذا المكان بهذه القيمة التي نجدها في دالة الجزء الصحيح إذا فماذا له لنشر تصبح لنا إكس مربع ناقص ماذا ناقص إكس نأتي الآن إلى المجال الثالث والآخر وهو إكس ينتمي من ماذا ينتمي يا أبنائي من الصفر أكيد إلى ماذا إلى الواحد مفتوح دلت الجزء الصحيح إذا نقلنا دائما نتجه إلى هذه الجهة تصبح لنا إلي إكس تساوي لنا ماذا يا أبنائي تساوي لنا الصفر فنأتي بهذه القيمة هنا ونعوضها في مكاني بالصفر تصبح لنا آف لإكس تساوي لنا إكس في إكس زائد صفر وتساوي لنا إكس مربع ها قد الآن استخرجنا كل عبارة كل حالة لها عبارتها الخاصة قال ثم قال السؤال الذي بعده هل الدالة أف مستمرة على المجال هذا المجالات يا أبنائي على المجال هذا ثم المجال هذا ثم المجال هذا بكل بساطة إذن لاحظوا قال هو هل الدالة مستمرة على هذه المجالات أولا ننطلق بالمجال الأول إذن سوف نأخذ المجالات كلها ثم ننطلق في عملية الشرحة رويدا رويدا يريد مننا هل الدالة هذه أف مستمرة على هذه المجالات التي أعطيت لنا ننطلق في المجال الأول إذن أولا نكتب معرفة إن كانت أف مستمرة على المجالات التالية أولا ننطلق بالمجال الأول وهو لما يكون إكس ينتمي من ناقص إثنان إلى ناقص واحد من ناقص إثنان إلى ناقص واحد تكون عبارة الدالة أف لإكس قلنا تسوينا ها هي يا أبنائي اللي هي إكس مربعة ناقص إثنان إكس الآن أبنائي الدالة هذه ما هي الدالة هي الدالة كثيرة حدود في مجالنا هذا فإنها مستمرة على المجال من ناقص إثنان إلى ناقص واحد هذا الأمر الأول إذن قد حكمنا على أن الدالة بهذه العبارة أنها مستمرة من ناقص إثنان إلى ناقص واحد قضية الأمر لأنها دالة كثير حدود لكن نأتي الآن إلى المجال الآخر انظروا جيدا لهو من ناقص إثنان إلى صفر انظروا من ناقص إثنان إلى صفر يعني العبارة هنا هل أف عندها عبارة أم عبارتان انظروا جيدا وتابعوا معي فتصبح لنا أف لإكس لا هياء أبنائي هنا عبارتان عندها إكس مربع ناقص إثنان إكس إذا كان إكس ينتمي أو محصور كما أشيرها كذا محصور ما بين الناقص إثنان والناقص واحد انظروا وتابعوا جيدا هكذا وعندها العبارة الثانية لهي هذه العبارة لهي إكس مربع ناقص إكس لما يكون الإكس محصور عفوا محصور قلنا ما بين الناقص واحد والصفر انظروا ها هي بين الناقص واحد والصفر العبارة تصبح لها هذه العبارة أما لما يكون من الناقص إثنان إلى الناقص واحد لاحظوا العبارة ما هي للدلة أف لهذا هنا يوجد لنا عبارة للدلة نحن نعلم أن هذه هذه مستمرة على هذا المجال وهذه مستمرة على هذا المجال لأنها كلاهما كثرة حدود لكن هل هي مستمرة من هذا المجال اللي هو من ناقص إثنان يعني لما يكون إكس من ناقص إثنان إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الصفرة أولا كي نثبت على أن هل هي مستمرة أم غير مستمرة إذا وجدت للناقص واحد الذي وجدناها هو ناقص واحد انظروا موجود هنا وموجود هنا إذا كانت له نفس الصور بتلك نفس الصورة بتلك الدلتان فنقول على أنها مستمرة إذا اختلفت الصور فنحكم مباشرة أنه يوجد نهاياتان لإكس وهنا نحكم مباشرة أنها غير مستمرة تعالوا ننطلق لما يكون إكس محصور ما بين ناقص واحد وناقص اثنان لأنها نهاية لما إكس يقول إلى ناقص واحد نحسب هنا عند الناقص واحد لأن الشيء الذي يحدث لنا الإشكال هو هذا النقص واحد من هنا إلى هنا نعم مستمرة ومن هنا إلى هنا نعم مستمرة لكن من يحكم عليها أنها مستمرة عند النقص واحد؟ ركزوا الركم تعالوا نعوذ الآن هنا بناقص واحد فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص واحد مربعة ناقص اثنان في ناقص واحد تصبح لنا واحد زائد اثنان وتسوين ثلاثة هذه بقيم أقل لان نأتي بقيم أكبر لها لي 100 لما الـ x يقول إلى ناقص واحد لكن بقيم أكبر بقيم أكبر معناها نأخذ هذه العبارة فتصبح لنا توسعون تعالوا الآن نعوذ بالناقص واحد تصبح لنا ناقص واحد مربعة ثم ناقص ماذا؟ ناقص واحد تصبح لنا واحد زائد واحد وتسوين اثنان تقول العبارة إذا كانت تكون الدالة مستمرة إذا كانت لاليميت من اليمين تساوي لاليميت من اليسار نقول ومنه لميت f لما الـ x يقول إلى ناقص واحد بقيم أقل بقيم أقل لا تساوي لميت f لما الـ x يقول إلى ناقص واحد بقيم أكبر مهما كان لأن لاحظ الدالة واحدة هي f لكن بما أن يجد لها عدة عبارات لما حسبنا صورة ناقص واحد وجدناها مختلفة فنحكم مباشرة ونقول ومنه 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 لأن وجدت نهايتان لسابقة واحدة وهذا غير موجود ومنه نقول الدالة غير مستمرة عند عند ماذا؟ عند الناقص واحد فهي غير مستمرة على المجال ما هو المجال؟ ما هو المجال؟ ومن ناقص واحد ومن ناقص اثنان إلى الصفر لأن من جعلنا حجرة في الصباط مثل ما نقول بلغة الجزيرة هو النقص واحد وهنا نحكم مباشرة ومنه الدالة غير مستمرة على المجال الذي أراده المجال الثالث ها هو المجال الثالث يا أبناي حتى تلاحظوا ها هو المجال وهو من ناقص واحد إلى اثنان وهو مجموعة التالف الكلية لماذا؟ لأن الناقص واحد غير مستمرة عندها إذا نقول ومنه الدالة غير مستمرة على المجال من ناقص اثنان إلى واحد لأنها غير مستمرة عند الناقص واحد يعني ما الذي جعلها لها الإشكال هو الناقص واحد لهذا لما أن الناقص واحد يقع في هذا هنا في الوسط فمستحيل أن تكون مستمرة فقط هكذا أبناي لماذا؟ لأن قلنا أن الناقص واحد يقع في هذا المجال وبما أنه يقع في هذا المجال وهو المجال من ناقص واحد إلى ناقص اثنان إلى واحد ويوجد لها مشكل في الطريق يعني جاءت هكذا ثم توقفت ثم استمرت عند الناقص واحد وجدت هنا فراغ فهي غير مستمرة إذا من هذا المكان إلى هذا المكان هكذا وفي الأخير الأبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم ولو بقليل عن معلومة عن الدالة الجزء الصحيح وفي الأخير لا تمسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة جزاكم الله خيرا كما يمكنكم زيارة صفحة اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ويوجد كذلك منتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته